تحياتي لكم مشاهدين الأعزاء وأهلا بكم وحلقة جديدة من منتهى الجمال بداية كده أحب أشكر خبيرة التجميل صارة سعيد وبوجه لها تحية من القلب من هنا من برنامج منتهى الجمال على قناة الصحة والجمال إنها خبيرة في عمل المايكرو بليدينج ومن أحسن وأكفأ خبيرات التجميل ومش بس كده على المستوى الإنساني هي بتساعد العميلة إنها تختار الرسمة اللي تناسب وشها ومش أي موضة كده وخلاص وإن شاء الله يا سارة تكون ضيفة حلقة في برنامج منتهى الجمال قريبا بوصي بيها وبنصح أي بنت أو سيدة حابة تعمل مايكرو بليدينج تروح لبيوتي سنتر سارة سعيد في حدايا الأهرام وتقدروا تتواصلوا معها على الصفحة باسم سارة سعيد اكسبيرت بيوتي ونجدد تحياتنا مشاهدينا وأهلا بيكم في حلقة مميزة في منتهى الجمال حلقة النهاردة بتدور على راحتنا يعني إيه؟ تعالوا كده نستحضر مشهد سينمائي لما نلاقي الزوج جاي ومقاريف ومضغاز ومش طايق دبان وشه وفجأة كده تيجي الزوجة وجايبة الطبق وفيه الميا بملح وتبدأ تدلك رجله بنلاقي الوحش الكاسر اتقلب لبيبي صغير ارتاح وهدي وأبقى عاوز ينام ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن القدم او الرجل تأثر على مزاجنا؟ اه هل ممكن تأثر على صحتنا؟ اه مين فينا مراحش مشوار وبقى مقاريف علشان الشوز اللي هو لابسه مش مريحه؟ مين فينا لغة سفرية ولا يعني لغة اي مشوار رايحه؟ او قاريف او جالو صداع علشان برضو الشوز اللي هو لابسه مش مريحه؟ طبعا انا مش هتكلم على الشوز اللي مفروض نلبسه في المناسبات لانه بيبقى ليه ستايل معين وبيبقى مطعب بحقيقة يعني بس احنا مضطرين لانه ما ينفعش ما نلبسش غير الشوز المطعب ده في المناسبات دي حاجة على جمع طيب بقية الايام بقى بنعمل ايه؟ بقية الايام بنفكر في شوز يكون مريح حزاء يكون ما يسبب لنا الصداع يعني اثبتت الابحاث والدراسات ان صحة البدن بتبدأ من صحة القدم يعني لدرجة ان هم بدأوا يعالجوا امراض معينة واعضاء في الجسم بالقدم يعني لقوا ان القدم مسؤول عن كل عضو من اعضاء الجسم القدم لو مش مرتاح عمرنا ما احنا هنرتاح ده حتى البحر لما بينا يعني وخاصة البحر الاحمر لما بنيجي ننزل فيه الصخور والشعب المرجانية والزلط والطوب اللي فيه بيعورنا كلنا تعورنا وخدنا المقلب ده فلازم كمان نفكر ان احنا نجيب كوتشي للبحر اول حاجة واحسن حاجة عملية جدا وشيكو كل حاجة بنفكر فيها هو كوتشي كوتشي ده يعني اختراع يعني اول حاجة هو مناسب لجميع الاعمار مفيش عمر هيقول لا تاني حاجة مناسب لجميع الاماكن يعني رايح شغل كوتشي رايح النادي هروح بإغرب كوتشي رايح المدرسة طبعا الكوتشي رايح مع صحابي رايح مصيف نزل البحر هلبس الكوتشي البحري او كوتشي البحر هو ده انسب حاجة طيب هل كل كوتشي مريح لا لان مش كل كوتشي مريح احنا لازم تتوافر عندنا تلت عناصر في الكوتشي اللي احنا بنيجي نشتريه يعني مثلا اهم حاجة يكون الراحة بنضول عرارة حتنا ان احنا ما يكونش مثلا ناشف او ديق او تقيل يعني انا اقصد اقول ان هو اللي يكون مريح تاني حاجة السعر احنا كلنا لازم بنضور على السعر المناسب مش الاسعار الخيالية اللي بنشوفها تالت حاجة شياكة يعني ممكن الاقي حاجة مريحة ورخيصة بس مش شيك فايه التلت عناصر دول ازاي نقدر نجمعها علشان كده احنا النهاردة قررنا ان احنا نجيب واحدة من اكبر واهم شركات صناعة الاحذية الرياضية والحمد لله هي بيتجمع فيها التلت عناصر اللي قلتلكوا عليه قدروا انهم يوفروا الراحة للحزاء الرياضي والسعر المناسب اللي هو يعني اي حد يقدر عليه زائد الشياكة ضيف حلقة النهاردة هو شخص عصام بدأ منذ نعومة اظافره في المجال يعني ممكن نقول كده لو نرجع ممكن من المرحلة الابتدائية بدأ ينزل ويمتهن هذه المهنة طبعا بمساعدة والده والده اللي هو الخبير في هذا المجال منذ سنين طويلة اشتغل وبدأ وده ما اثارش على دراسته ابدا بالعكس واكتسب كمان الخبرة يعني كمان لما نزل الشغل في المصنع ادر ان هو يتعلم فن الرياضة بقى يقدر يدير منذ الصغر وعنده خبرة ان هو يقدر يتخطى جميع المشاكل والعواقب اللي ممكن تواجه اي رجل اعمال في هذا المجال معينا النهاردة ومشرفنا في الستوديو الاستاذ عمر شريف مدير ادارة شركة المهند للأحزية الرياضية اهلا وسهلا بحضرتك نور القناة كلها يا استاذ عمر الله يخليك احنا بقى منقول ان حضرتك بدأت المهنة دي يعني من بدر شوية ما استنتش بقى لما تتخرج زي الناس قريبا بدأت من ستة بتدائي ستة بتدائي يعني كنا طول السنة دراسة ونزاكر ونروح لامتعانات ونرجع من الدراسة خلصنا في نصف السنة اذا كنا الشهر اللي بناخده نطلع الشغل نروح الشغل نجي في الاجهزة الكبيرة بتاعت الاخر السنة خلصنا الدراسة تلاتة شهر ولا لاربعة شهر بتاعت الاجهزة نطلع الشغل نروح فيهم الشغل تقريبا كنت من ستة بتدائي كان المصنع كان فيه والدي وعمي عم الله يرحمه طبعا الولد موجود لغد دلوقتي الحمد لله تقريبا كنت من يديله الصحة كنا حياة ميري مش ميري ما كانش الحياة ميري اوي لا الحياة كنت متدلع انت كنت بتدلع كنت اكتر واحد متدلع في العيلة عموما كلها يعني كنت اكتر واحد متدلع خالص بس ايه ساعة الجد احنا ساعة الشغل شغل ساعة البيزنس ومفيش كده وده اللي اداك الخبرة بقى يعني من انت صغير كده بدأت يبقى عندك تؤلف شخصيتك الحمد لله يعني من ستة بتدائي دي كنت بروح واجي لغاية لما وصلت المرحلة الثانوية دخلت في مرحلة الثانوية خلصت جت طبعا حلم اي اب هندسة طب فانا كعمر مكونش بحب الدراسة اصلا بحب الحياة العملية وديني شغل سيبني في 24 ساعة مزهج سيبني 48 ساعة شغال مزهج يعني شخصية رجل الاعمال في دم ما بزهجش خالص شغله على طول فطبعا خلصت السنوية دخلت الجامعة حقوقين شمس طبعا حقوق مش بتحتاج مستوى اننا اروح كل يوم وكلام دو عشان هي نظرية نظرية تحتمد على المذاكرة والكلام دو ده من اول ما روحت بقى بدأت التزم بالشغل كل يوم الوالد كان عندنا مصنع ليه اوتوبيس بيجي يأخذ العمال الوالد عنده عربية كافيلي ان انا اروح معا الصبح في العربية نسعى بمصنع لا اطلع اركب الوالد وروح من غيره اطلع اركب الوالد وروح من غيري زيك زي اي حد طب انا راجع احنا كده كده مروحين البيت خدني معاك روح البيت اطلع شغل اطلع ارجع على البيت ممكن كنت ابت في قبل 3-4 ايام في شو فيه في رمضان قعدت في مصنع 17 يوم مفيش مروح بس ده اوه عودك بقى يعني خلاك انت بقى ايه ده خلاه هو واصق في الاعتماد عليك ان انت عندك شغلك هتركز فيه احنا احنا مثلا بابا وما ده في البيت لكن في الشغل اه لكن في الشغل يعني انا في البيت دلوقتي مفيش بابا ولا كده زكا حاج عامل ايه زكا ريس عامل ايه كده مفيش خلاص بقت حياة كلها شغل انت ابتداء يا ناس يعني بقى تحياة كلها بيزنس اه حلو الحمد لله طبعا عشان كده ده الدكل برضو التميز الحمد لله طبعا عندنا الوالدة اكبر مشجع بعد الوالد اه بتساعد معانا في كل حاجة اه طبعا تحيا ليها من برنامج المنتهى الجمال للوالدة وللوالد الله يخليك الله يخليك طبعا هيك تحبت معي جدا اه لغاية لما وصلت الليفل للجوازة اه رابعة جامعة خلصت كنت معجب واحدة في الجامعة اتقدمت لها قال لي يا باش انا مش اروح عنده اتقدم معك عند الناس غيرو انت معك شهادة تماما والدتها سيت مكافحة جدا 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 من اللي حاجة في التعليم لغاية لما وصلت دلوقتي على مشارف وكيل وزارة في التنميز م شاء الله فداخل بيت مكتهد والدتها قالت لي مباشرة لي لازم انشهادة ما تجوزتش غيروانا معايا الشهادة بتاعتي اه خلصت بقت فضي طبعا كل الفراغ اللي هي الشغلي خلص تفرخت بقى للشغل كله حكت كلها بقت شغل اه اذا كان الوالد يسافر الصين يجيب موديلات جديدة يجيب خامات جديدة افكار طبعا بالاضافة الدعم اللي احنا لقيينه في مصر هنا علي جدا يعني انتو دلوقتي افهم من كده ان مش كل شغلكم محلي في عندنا 80% محلي 20% مستورد اه يعني انتو كمان بتستوردوا عندكو 20% بتستوردوا من الحياة من الاستورد من برا خامات معينة اه خامات معينة بس انتو اه انتو بالبر لكن في الناس بال80% شغلين من خامات من المصر اه اللي هو المنتج المحلي تمام طيب ايه هل بتختلف الاسعار؟ طبعا يعني هل المحل طب من الاغلى يعني؟ المصري عموما في حاجات فيه بتعدي سعرها سعر مستورد اه لما تكون بقى الخامة والخامة والكواليتي بتاعه اسم المصنع اللي بتشتري منه المصنع ده بيجيب حاجته منين كده المصري ساعد المصري لو اديتيه امكانيات برا ومكان برا والفلوس اللي التجار بتدفعها برا كاشر اه يعني من قبل ما الشغل ما يتعمل لو جيت دفعتها هنا في مصر هنا هعملك شغل احسن من بتاعنا برا احسن من برا بكتير بس هي الفكرة كلها هنا في عندنا مفيش حاجة نقصة مفيش مشكلة مفيش اي حاجة لا احنا بفضل الله عندنا كدرة نعمل احسن من المستورد طيب يا استاذ عمر احنا عايزين نعرف الناس بقى بيبقى الاقبال اكتر على المحلي ولا المستورد حسب وصول السنة اه ازاي بقى عايز حاجة مختلفة مختلفة مش عارف ايه كده طب غير فصول السنة عندنا المدارس اه ده طبعا ملتزم بالاسودات اسودات لا وعايز بقى حاجة ايه تستحمل وعايز حاجة تستحمل طبعا الاب عنده ست سبع اطفال لا وهم ايه لا والولاد عندهم مشكلة نتلاقيه ماشي يشوت في الزلط والكانز واي حاجة يتلاقيه العبي كورا يعمل بكل حاجة طبعا ده ايه لازم بيبقى ملتزم يعني الخامة بتاعتكم بتستحمل لهم الاولاد بتوع المدارس دي اهم حاجة يعني شغل المدارس اللي ما نيجي نعمله لازم نكون النعلي بتاعهم متخيط اه متخيط اه عشان عارف عشان تستحمل لازم اراعي اللي جنبية اه عشان انت عارف احنا عارفين الحالة اللي احنا فيها دلوقتي اه الناس مش كذا كذا فلازم ان انا لما ادي حاجة اراعي ربنا فيها اي والوه can help you يعرف المشاكل اللي هتحصل فأنت بتعملها من قبل بالسكن انا بدل ما في لي الحل من الاول اه اه الخive دي ممكن اغيرها للي fer اه اه طب اغلى اغلى انتahh عند زبوني لبس حاكتك ويعرف ان حكتك نظيفة ما فاقمت شي ر patterns لا بي هيجلبها اه عك بي اخ ش العرضي لها حتى لو ما فيش غيرها هياخدها TRAIN هياخدها TRAIN صحيح رايحته صحيح طيب إيه من خلال عملك في السوق ومن زمان فيه عايزين نعرف إيه المشاكل اللي وجهتك مفيش مشاكل بتواجه السوق عندنا غير المستورة طبعا الحكومة عملت طاقة عالية جدا في فترة اللي فات آخر سنتين إن هي أفلة عليه أفلة جمدة محترمة شجعت الصناعة المصرية فعلا مدينة الروبيكي اللي هو بتاعت الجلود دواءة مصانع الجلود كلها تنقلت هناك حاجة يعني كم في الجمال إحنا ما تخيناش نموك نلاقي مصانع عزدي في مصر ممتازة جدا قهربة تلاتة فاز مية نظيفة فيه سكن للعمال لو عايزت تجيب عمال وتسكنهم هناك فيه حاجات كتير جدا بتساعدك كل الإمكانية عايز تعمل هتلاقي فيه فيه اللي يساعدك وفيه اللي قومك وفيه اللي يشغالك بس انت اكتهي يعني الصناعة المحالية لأ تعدي المستورة بكتير بكتير جدا كمان تمام طيب إحنا لو قلنا إيه اللي يميز المصنع بتاعك أو الشركة عن غيرك يعني ليه أنا هقولك ليه أشتري منك بفضل الله الحمد لله قول لي مثلا المميزين الكوتشي عندنا في مصر بيتقسم ثلاث حاجات تمام عندنا فاشون اللي هو بتاع الأعياد والحاجات الزيديات عندنا رياضي عندنا جزمة الحاجة زي بتاعت المية عندنا حاجة ممكن نحط أنا على فكرة طبعا أنا مجربة يا جماعة وهو أنا لابسة دلوقتي الكوتشي بصراحة فعلا والله أنا حاسة لها مش لابسة حاجة خفيف جدا مريح يعني حاسة لأنا لابسة بليئ أنا حاسة لأنا عايزة أم أعمل بليئ دلوقتي بصراحة لحضرتك لابسة يا فندم جميل جدا إحنا مستخدمين في أعلى مستوى أعلى خامات بلاستيك يعني أنا ممكن في خامات سيب عشر ومش عارب بكذا بكذا أنا ممكن نجيب أعلى خامة ليه أعلى خامة؟ شغلي بفضل الله بيتطلب شغلك بفضل الله يتكرر منه تاني خامة فلاني فلاني دي حلوة وفردده حلوة يبقى أول حاجة نقدر نقول بيميز شركتك اللي هي الخام تاني حاجة تاني حاجة السعر زي ما بيقولوا كده يعني من الـ A-B-C من الـ A-Z يعني اللي مش مقدر وعلى قد وإمكاناته بسيطة جدا هيقدر يشتري منه عنك كل عام موجودة لأن أنا ما يعني لازم أن أشتغل على الطبقة اللي بتشتري طول السنة على الطبقة في مصر المتوسط لازم أن يبقى عندي سعر كله يقدر يشتريه ما ينفعش أشتغل على أعلى حاجة والأرخص حاجة طيب إحنا قلنا دلوقتي إيه اللي هي المتانة والقوة والسعر طيب إيه تاني؟ الجودة الجودة ما ينفعش أعمل كوتشي تلبس من عندي يتقطيع بعد أسبوع بعد الكلام ده آه تمام وعندك اللي هو حليت اللي هو الشياكة أو اللي هو عاوز ستايل معين اللي هو بالمستورة حليت له كل حاجة يعني إحنا بفضل الله عندنا الحاجة يطلع برا يجيب الرسمة يجيب الشكل بفضل الله قبل ما التاجر اللي بيستورت بيجيبها إحنا نكون نفذناه بمصر آه طب وإحنا عايزين نشوف لو فيه صور جاهزة موديلات من منتجات أو موديلات الشركة لو الصور جاهزة يا جماعة تمام وفيه كمان عندك المفاجأة اللي عاملها اللي هي كوتش البحر دي طيب إحنا آه هنا الصور أهي على الشاشة ده ده منتج محلي ده منتج محلي ده ممكن ده زي ما بيقولوا كلاسيك شوية كلاسيك تمام للناس الكبيرة والكلام ده ده حاجة اسمها فرد اسمها صور ماريو الفرد دي كات عالمية كانت أعلى حاجة في الصين دي فضل الله الحاج يعني عملناها في مصر هنا من قبل ما تنزل بما يقرب من 15 يوم تمام ده طبعا حاجة اسمها إيزي بوست آه ده خفيف كده ده خفيف جدا خامة بتاعته تريكو بياخد شكل الرجل آه حلو آه ده مصري برضو محلي ده مصري برضو محلي هو هو آه ده برضو مصري محلي حريمي آه تحسوا بتاع ما هي صيف كده أو خروجات بقى آخر النهار اه نعم عارف آه ده حلو قوي ده مصري اللي هو نظام مدارس آه بس حلو برضو ببينفع في الخروجات آه عندي اي حد خالص. اه. الوان مختلفة والفكرة مريح جدا جدا. الفردة موجودة عندنا من مقاس تسر conta 37 إلى مقاس 45. 0x0. يعني جميع مقاسات موجودة بالفضل الله. اه. طبعا الخامة بتاعة الفرش اللي من جوا الصفرة ديت اعلى خامة ٥ في العالم. اه. فى العالم عموما. اه. ده اه. ايوة. اعلى خامة فرش موجودة في العالم الخامة الصفرة اللي محدودة خلف الشوز دي؟ الصفرة دي. مم. طبعا احنا هنيجي لتتكلم. طبعاً احنا عندنا هنا بنعمل مواد مكملة. احنا بقى كنا لسه بنتكلم على الفرش. طبعاً انتم كمان تميزتم ان بتعملوا فرش. طبعاً. لدرجة انتم يعني بتوردوه للمصانع اللي هي ممكن تكون منافسة. طبعاً. فابرعته في يعني الفرش عندكم مميز. وفي احنا لو شفنا حاجات هلاقيها الفرش. لو نشوف صور الفرش. لو جاهزة. في صور للفرش وبتصنع اهو. على الشاشة. اه. 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 ده فرش طبي. اه طبي اه. مريح جدا. خما اي في اي لاتيكس. اه. السمك بتاعها تقريبا ما يقارب من سنطي ونص. تمام. اه حاجة يعني مريحة جداً في الرجل. اه. 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 فتحات التهوية اللي فيها ديات عشان العرق والرطوبة والكلام دوت. اه ما تعملش. ما تعملش رواحة ولا بكتيريا ولا اي حاجة في الشوز. اه. لا جميلة جداً. وفعلاً. واضح حتى انها فعلاً عملية جداً يعني. دي اغلب خاماتها بتبقى مستورة ده. وكان فيه فيديو. كان فيه فيديو. اه نشوف كمان الفيديو انتو ازاي في. اه. بتدخيل المكان والنزول بتاعه. اه دي اه دي برضو. فالايه بقى يعني الحاجة او الموديل اللي بيكون عندك. اهو ده الفيديو. اه ده 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 ما احنا شايفين على الشاشة كده. بفضل الله يعني موود افضل. طبعاً للتواصل مع استاذ عمر شريف اه او شركة المهند. الارقام على الشاشة تقدروا تتواصلوا مع الاستاذ عمر. لطلب اي حاجة. طبعاً ده حدث انواع المكان في العالم. اه واضح جدا. موجودة عندنا بفضل الله. اه. اه. السرعة الانتاجية. اه. عشان طبعاً موضوع زي الفرش دوت. انت اه عشان تنجح فيه عمل سعر. اه. عمل سعر مختلف عن اي حد. فلازم انا عشان تعمل سعر اه. طبعاً واسم. انتاج. اه. خط انتاج. عايز انتاج عشان تلاحق ان تسوق المحل. اه. فبفضل الله الحمد لله طبعاً دوت اه خليك مختلف عن اي حد في السوق. مختلف ومميز كمان. بعدين ما ينفعش اعتمد ان انا بعمل منتج تام طول السنة. طيب احنا عايزين نعرف هل اه التعامل مع التجار والمحلات. هل متاح اونلاين? متاح اونلاين. يعني يقدر دنيا اونلاين. عن طريق الرقم بتاعي على الواتس. اه. اي اردارات حاضرة. وده افضل ليك ال اونلاين? اه طبعاً. افضل من العجر. افضل من التعامل مع التجار. اه. بوجه اللي وجه. اه. يعني متاح الموضوع. اتعامل مع المحل مني للعميل في المحل على طول احسن من انا اتعامل مع التاجر. طيب انت شايف نفسك فين بعد خمس سنين بقى. نقدر نقول. بإذن الله. طموحك. انا طموحي دلوحتي ان انا اخد مصنع في الروبيكي. اه. انا عايز حاجة ابقى في منطقة صناعية. اه. اه. الحكومة بتساعد هناك جدا. سواء كان بتساعدك ان تتستورد من برق او تصدر. انا حلمي ان انا صدر. لازم مصدر كوتش من مصر. لازم. يعني بتحلم ان انت تبقى بقى عالمي. الصينيين مش حسن من ايوه طبعا. مش معندهم شواء. انا عندنا الحاج الوالد سافر ممكن ابقى مع الويشات 24 ساعة وهناك. مشوفتش حاجة جديدة. معندهمش مكان جديد. مفيش الحاجة اللي هي انو قدر نقول كيف. معندهمش حاجة جديدة. 99% الاعتماد هم منول. اه. انا عندي عمالة احسن من العمالة بتاعتك. ليه فعلا ما بقاش افضل. مش حكاية كده. ليه ما بقاش افضل ليه. وانا اللي بقى عالمي وانا اللي بقى طيب هل متاح بقى يعني فيه عروض عاملينها انتو الايام دي. لازم طبعا. عشان الناس اللي شايفيننا يعرفوا. فيه عروض. لازم ان يبقى فيه عروض الايام دي عشان خاطر الحال اللي فيه البلد. لازم ان كله يساعد. اه. يعني فيه عروض. بدل ما كنت باكسب كذا اكسب 50%. بدل ما كنت باكسب 50% طب اقللها 25%. طب فيه حاجة ممكن تمشي من غير مكسب عشان خاطر تمشي الدنيا. عادي. يعني مش هو ده بقى التارجد بتاعك. انا مش كسبت من البلد دي كتير قبل كده. لازم ان ادي في مره. يا سلام. هو ده ابن مصر. بس. او ده فخر مصر. جاءت الناس كلها تبقى زيك. جاءت الناس كلها تبقى زيك. انا بفضل الله الحمد لله في موضوع كورونا دوت. ممشيتش عامل من المصنع. ما قعدتش عامل في بيته. يعني كانوا شغالين. انا كانت العمال احدى في المصنع مفيش شغل ومبيعش حاجة وبياخدوا مرتباتهم. مرتباتهم ماشية ما قطعتش عيشة. لازم الناس تاخد مرتبات زيماية. وبس دلوقتي الشغل رجع بقى عادي خلاص. كنا حاجة رجع زيماية كانت خلاص. ما ده اللي انا كنت بقى قولوا ان انتو يعني عندكوا التميز في ادارة الازمات. انا كنت شغال في الكورونا. كمامات العمال كلها لابسة كمامات طبي. مش قماش. العمال كلها لابسة طبي. المصنع كل يوم يتعكم. لأ حضرتك حتى داخل حتى الماسك بتاعك مختلف خالص. حافظ بقى قال ليه. فواضح فعلا فيه اهتمام. انا لا قدر الله وجال ايه. عامل عندي حصل له حاجة اللي يحصل. المصنع يقف خالص. اه صح. بتهتم. لان دي ادواتك اللي هي بتنجحك اللي هي تيم بتاعك. لازم احفز عليهم. اه. طيب هل يعني بدأت خطوة التصدير للخارج دي. ولا لسه. والله احنا صدرنا السنة اللي فاتت للسعودية. طلعنا شغل للسعودية بس مش من خلالنا يعني خلال وسيط جي طلب الشغل. بس يعني عارفين الشغل راح فين يعني. اه. وسيط طلب الشغل مش عارف. ايه. طمام صدرنا. اللي هو بالنسبة للكوتشي او للفرش. اه. بتصدر الاتنين عادي مفيش مشكلة. طيب هل فيه اقبال على موديل معين. يعني ده لو مش موجود تحصل مشكلة والناس بتسأل عنه. وعلى طول خلصان يعني. لازم جديد. اه. بتجدد. لازم كله جديد. لأ وانا ملاحظة ان انتو كل فترة بتعملوا مفاجأة. لازم جديد. اه. الحمد لله. سواء بقى المفاجأة دي تجيلك في السعر. المفاجأة تجيلك في موديل جديد. كده لازمن. جودة تانية. لازمن شو عشان تجيب الزوء. اه. لأ. وهو كمان فيه صيحة كده في عالم الكوتشي. اه. طلعين. كل فعلا. مش ده الكوتش اللي احنا شفناه او اتربنا عليه. عمال كل مرة بيتغير. اه. لا. والأهم ان انتو مواكبين ده. الحمد لله. يعني انت. يعني انت. يعني انت. تبقى مع الفاشر على طول. اه. عشان تبقى مختلف. وبعدين ما. يعني احنا بفضل الله لما نيجي نطلع السين ما نجيبش حاجة مش موجودة اه. لازمن اجيب حاجة مش موجودة اصلا عنده. ما يعرفش يعملها هو. مميز. ليه بقى? ان هو لما ما يعرفش يعملها ومش موجودة عنده. محدش يعرف يجيبها قابلي. ايوة طب انت بس حصري. حمد لله. حصري. حصري. حمد لله. حصري ومفروض. طبعا انا ساعدت جدا يا استاذ عمر بوجودك معي انت نموذج مشرف. الحمد لله. من نموذج البلد. ونموذج مضيء. وانا يعني مهما قلت انا فيه طبعا حاجات موديلات تانية كان يعني احنا مفروض يعني في حاجات اكتر عارفة ان عندك اكتر واكتر. الحمد لله. ان شاء الله تشرفنا بحلقة تانية. هو رقم التليفون. اي حد يبعثلي عليه بابعثلي كل موديلات بازن الله. بازن الله. الارقام اللي احنا حطنا على الشاشة. بازن الله. وحضرتك فخر للصناعة واحنا يعني في البلد بنرتفع بكم. الحمد لله. اعزائي المشاهدين والاسف وقت حلقتنا انتهى. كان معي النهاردة استاذ عمر شريف مدير ادارة شركة المهند للأحزية الرياضية. اشوفكم في حلقة تانية. الى اللقاء.